خلال تجوالك في العاصمة بغداد ستلاحظ العديد من المشكلات والأزمات والفئات المحتجة الرافضة لواقعها فهنا من أمام وزارة التعليم ما زال حملة الشهادات العليا يعتصمون من أجل المطالبة بالتعيين الموظفون الراغبون بإكمال دراستهم وتحقيق طموحاتهم تظاهروا أيضا مطالبين وزارة التعليم بجواب منطقي تجاه تأخور منحهم حق الدراسة نحن نضب شهر التاسع نحن هنا معتصمين لاكو وزير لاكو مسئول لاكو نائب لاكو أي حكومة يجد ونظرة لهذه الكفاءات ماجستير ودكتوراه بكل الإختصاصات إختصاصات علمية وإنسانية ممكن نصف البلد ممكن نتفيد العالم نايمين هنا وي الحيوانات ترضاه سيد الكاظمي 13 ألف موظف وزارات الدولة كافة مشكلتنا أنه وزارة التعليم العالي لحد الآن لم تطلق أي كتاب أو أي أعمام بخصوص الإجازات الدراسية خارج العراق لحصول على شهادات العليا من شهر الرابع من شهر الرابع ما مشكل للجنة أعتقد بيوم 12 أربعة و13 أربعة ولحد الآن اللجنة ما مجتمع أكثر من أربعة وخمس اجتماعات أما قرب أحدى بوابات المنطقة الخضراء وفي منطقة العلاوي تحديدا فتتظاهر فئة مختلفة أغلبها من الخريجين العاطنين عن العمل أو ممن يعملوا وفق نظام الأجر اليومي والعقد بمؤسسات الدولة بدون مستحقات مالية عدنا 3000 درجة وظيفية حاجة وزارة الزراعة وعدنا 670 درجة حذف والسعدات هاللي جاينا طالب بيها اعتصامنا هذا مو الأول ولا الثاني ولا الثالث من 2017 عدنا اعتصامات ومظاهرات واحتجاجات وهذا الاعتصام الأخير بدام صار أكثر من شهرين من سنة 1989 ما منتعين عدنا ولا طبي بيتها ولا حد الآن احنا خريجي معاهد العراق حمل الشهات الدبلوم كل المحافظات مجتمعين هنا بخيمة وحدة صارنا 3000 متحملين كل المعانات ما شفنا أي زواصل من أي مسؤول إجانا الأجر والعقد ملبوس يعني هو الطبقة المؤثرة والطبقة الأكيدة والطبقة العاملة نشوف تجاهل كبير جدا من قبل الحكومات المحلية والمركزية يعني ما أعرف أنه ساعة فلوس ماكو ساعة ما نقدر نعينها جابوا تعينات بباسطاتها هذا استثنوه هذا الطوراتي بهذا بعده هذا بقه رغم اتخاذهم شوارع العاصمة وسحاتها العامة مواقع للاعتصام أو حتى المعيشة ببعض الأحيان لا يجدوا الشباب المعتصمون اهتماما من أي مؤسسة معنية أو شخصية مسؤولة في حين ينعم غيرهم بحياة طبيعية حسب وصفهم من بغداد ياسر عامر العراقية الإخبارية